شارك سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس حيث توقد الجلسة تحت رئاسة رئيس الصيني شيجين بينج الرئيس الحالي لتجمع البريكس وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وخلال كلمته أكد سيد الرئيس أن مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري وأن مصر عملت على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صندوق المعاشات مشيرا زيادته إلى أن مصر تسعى في ذات الوقت بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة كما أشار الرئيس سيسي إلى أن تجمع البريكس محفل تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي كما أكد الرئيس سيسي تقدير مصر للانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد الذي يمكن أن يسهم من خلال الأدوات المالية التي يقدمها في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية هذا وشدد الرئيس سيسي على ضرورة أن لا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة داعية الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نموا منويها بأن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف جميع الجهود لمعالجة التحديات التي تأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ مؤكدا أن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالية لذلك تشدد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن شتى الأبعاد لتكفيف منابع الإرهاب ولمنع توفير التمويل والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية وفيما تعلق بتغير المناخ قال السيد الرئيس أن أثاره السلبي على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا يعرقل خطتنا للتنموية وأن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ سوف تبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي ترجمة نانسي قنقر